شكراً لحضوركم ويعني أنا بشرفني أني لبي الدعوة الكريمة حتى متعرف على الرجوع الطيبة بالأول وثانياً نحكي شوي من قلب للقلب مش محاضرة على الطريقة الأكاديمية أو محاضرة على الطريقة السيسيين هو شوي من قبادة الرقم إذا تسمحوا بس الصوت وهي بزمو حسناً فلذلك بكل سرور أنا متلدي الدعوة حتى نحكي شوي سواء ووحتي حكوا معي عن الموضوع اللي يحب حسناً مش الحال؟ مذكر حسناً حسناً أحسن؟ أحسن شوي بو طي اخترنا وقت اللي كنا عم نحكي سواء اخترنا الشي اللي اسمه الربيع العربي والنموذج اللبناني ليه عمقول انترقيمي الربيع العربي لأنه لحد هلأ لم تكتمل الوصول بعد معرفنا شو نوع ما يسمى الربيع العربي عم نشهد مخاط وإذا بدنا نطبق مخاط الثورات أو النموذج الثورات اللي حصلت بأوروبا بالأرنين الثامن عشر والتاسع عشر معدل الثورة اللي تكتمل بين الخمسين والمئة سنة يعني إذا ما بدي أخد أنا الثورة البريطانية ويأخد الثورة الفرنسية من 1789 لما تبعها من ثورات لوصولها لجمهورية الثالثة تحديدة بعد 1848 حتى بلشت تاخد شكل معي هذه بمجتمعات تقريبا بالطبق العلمانية لأنه تعرفوا أن الثورات الأوروبية نشأت من أفكار إلى حد ما تفصل الدين عن الدنيا وتفصل الدين عن الدولة شيء يلي تقريبا غير متوافر بالعالم العربي والإسلامي حاليا يلي عم نشوفه بتعبيرات مختلفة من خلال الانتخابات أو سندق الاقتراح ليه لحد هذه اللحظة عم توصل الإسلاميين مش لأنه باع باع الإسلاميين لأنه مسابق أن هذه المجتمعات بسبب ظروف اجتماعية وتاريخية معينة لم تنتج إلا هذه الهوية من المجتمعات اللي نحن عم نشوفها هلأ ليش النموذج اللبناني وما يسمى الربيع العربي؟ أولا لأنه لبنان بالمفهوم التقليدي اللي كنا نعرفه اعتبارا من 1920 حتى نقول قبل كان تقريبا نقيد المنطقة البلد الوحيد يلي كان يحكي بالديموقراطية وبالتعددية وبالخصوصيات وبحرية الرأي بحريات العامة وحرية الأعلام وبالدستور يلي هو دستور مدني إلى حد ما علماني رغم اعترافه المادة التسعة وعشرة بالجماعات الطائفية يلي بتشكل هذا المجتمع لكن رغم ذلك لبنان كنموذج كان سباق إلى ما يعرف اليوم بالربيع العربي ما بدي أحكي عن تسييس الموضوع والقول أنه 14 أزار فتحت الطريق أنزاء لما يسمى اليوم الربيع العربي لا أنا عم بحكي عن لبنان النموذج المتعدد يلي بيعترف بالخصوصيات يلي كان نقيد ما يحيط فيه بالعالم العربي من أنظمة إما شمولية تحت عنوين أوتوقراطية أو قومية أو عسكرية أو إيديولوجية شاملة عم بحكي الأنظمة يلي عرفناها تحديدا بعد 1948 بالثمانينات والسبعينات أو السبعينات والثمانينات سات مفهوم اسمه مفهوم اللبناني على كل ما كان يحصل بالعالم من حروب أهلية ومن ثورات اللبناني أنا زاك كان مفهومة مفهوم سلبي بمعنى حروب أهلية وتقسيم اجتماعي وتفتيت مجتمعي وأنعدام أخلاقي وإلى مهوني ثم اللبناني فيما بعد أخدت غير مفهوم وخصوصا بعد حرب العراق ماذا ما أعني باللبناني بعد حرب العراق؟ هو تطبيق النموذج الدستوري اللبناني على البلدان يلي بلشت تنشأ حديثا أو الدول يلي بلشت تنشأ كأنظمة حديثة تحديدا بعد اجتياح الأمريكي للعراق سنة 2003 بلشت نشوف بالنظام العراقي مثلا توزيع السلطة على الطواقف يلي هو موجود في لبنان هون أخدت اللبناني منحة آخر مش عم بأيم هلأ بقول إذا هذا النظام أو هذا النموذج جيد أو مش جيد لكن أنا عم بقول بلش النموذج اللبناني يتعمم إلى حد ما وكل الثورة أو كل الحركات الاحتجاج اللي عم بتقوم حاليا عم بتطالب بهذه العنوين يلي هي الاعتراض بالخصوصية الليبرالية بالمفهوم يلي بعد معرفنا لوين بدو روح الاعتراف أيضا بالتعددية والاعتراف أصلا بالحريات الشخصية والحريات العامة هون عم نحكي باللبناني بمفهومة دي جاي أما الخطير فهو اللبنى دي بالمفهوم السلبي يلي لحد هذه اللحظة من 1990 لليوم لبنان لم يستقر على صيغة معينة بسبب ما يسمى بالتفتيت المجتمعي يلي نشأ عن الحرب وتداعيته ثم عن الدستور يلي تركب يلي هو نوع من شكل معين بالمركزية لكن مركب على فدرالية طائفية كاملة وهذا ما يخيف حاليا بواقع العالم العربي وسينعكس على لبنان ليه عمقول هيك؟ لأنه لبنان بتوازناته تاريخيا من 1840 يعني من يوم نشوق ما يسمى بالمسألة الشرقية توازنات لبنان هي إنعكاس لتوازنات المنطقة ومع الأسر توازنات المنطقة الطائفية يعني نحن عرفنا أنه بلحظة تدخل الدول الكبرى فيما يعرف بالمسألة الشرقية أصبح في نهوض مسيحي ماروني بجبل لبنان مترافق طبعا مع صعود اجتماعي واقتصادي وسقافي كبير للموارنة انكفأوا الدروز فيما بعد مع نشوء حركة القومية العربية وانتشار الأفكار القومية شفنا كمان حالة صعود سنية التأت مع الشيء اللي كان اسمه القومية اللبنانية لكن هالقوميتين مضافا إليها القومية السورية لم تستوعب باقي المكونات يلي نحن منعرفها ما بدي ادخل بكل اللي حصل من عيكاس بعد 48 على الواقع المجتمعي والطائفي اللبناني من زمن عبد الناصر إلى زمن حافظ الأسد إلى التفاهم السعودي السوري المصري يلي انكسر سنة 2005 بدي أحكي حاليا عن الواقع حتى ما نبعد كتير نحن الآن بلبنان بحالة انتظار مثل ما ملاحظين مجموعتين الكبار الأساسيات يلي إلو الامتداد خارج الحدود اللبناني بالمفهوم الطائفي والسياسي يلي هن السنة والشيعة بحالة تراقب وانتظار خصوصا فيما يتعلق بالنظام السوري ناس ناطرة سقوط النظام يلي أنا ما وعرف كم تصير ما بدي اتوقع ولا حدا بيقدر يتوقع إلا أو المشعوزين أو الأنبياء ناس ناطرة سقوط النظام لحتى تكسر المعادلة القائمة من سنة لألفين خلينا نقول من ألف وتسعمية وتسعين والترجمة أكتر بعد الألفين وستة وناس ناطرة أنه يقدر النظام يتغلب على الأزمة حتى يرجع وعيده التوازنات اللي قائمة حاليا نحن الآن نواجه أربع حالات في لبنان متصدي بالخارج الحالة الأولى هي الحالة السنية الصاعدة بالمنطقة ويلي عم تتغزى من سعود دول بجد التعاون الخليجي زائد تركيا يلي إلى حد ما متحالفي مع الغرب حاليا يلي مشكل هذا الغطى لأسباب عديدة وفي الحالة الثانية يلي بتعتبر حالة تعتبر حالة بحالة دفاع عن نفس رغم التقدم اللي حققوه الشيعة بالعراق لكن أمام الهجوم يلي عم بصير بسوريا وعلى سوريا والصراع على سوريا في حلقة اسم الحلقة السورية عم بتتعرض حاليا لمحاولة الكسر والقطع إذا الحالة السورية اتطورت إلى ما يشبه تغيير النظام بسوريا أو باتجاه فوضى الحالة الشيعية بتكون تلقى ضربة من إيران وصلنا لجنوب لبنان فإذا صار عندنا حالتين في حالة تالتة تاريخية هن الدروز يلي هن بأساس تكوين لبنان التاريخي وخصوصا بجبل لبنان مرأت هذه الطائفة بمخاضات عديدة تحديدها من 1868 لليوم لتستقر على واقع ديموغرافي وجغرافي شوي دقيب خسرت معظم المكاسب السياسية معظم المكاسب الديموغرافية لأنه أصبحت إلى حد ما أقلي والآن تتعرض إلى حصار جغرافي إن كان داخل الجبل من مناطق مخترقة إن كان بإقليم الخروم أو بكيفون أو بالقماطية أو بالمحيط أو على الأقل من ظهرون اللي اسمه جبل البروك أو بالخط الساحن أصبحوا بجبه جزيرة معزولية أضف إلى ذلك هن متعدين إلى حد ما حالياً عن ما يعرف بالثورة السورية بمنطقة جبل الدروز وعلاقاتهم مع دروز إسرائيل إلى حد ما مقطوعة أصبح ما بقى فينا نحكي عن مكون مرتبط تماماً بالمنطقة هو عم بيعيش حالة انكفاء داخل بيبقى في الحالة المسيحية حالة المسيحية اللي كانت بأساس تركيب لبنان سنة 1920 المشروع الكبير اللي كانوا حميروا المسيحيين تحديداً الموارنة اتعرض إلى إحباطات ونكسات عديدة وسقط خلانا نقول ونعترف لكن عم بيعيشوا الموارنة والمسيحيين حالة ضياع سياسي أمام الصعود الشيعي اللي كان قائم والصعود السني اللي عم بيكتمل حالياً المسيحيين ضايعين بين انه يردوا لبنان العشرين مش قادرين عليه بين المشروع القديم يلي نشأ بخلال الحرب يلي كان بيحكي اما عن دول صغيرة او عن كونتونات يلي غير قابل للتحقيق المشروع الآخر يلي عم بيقول نرجع على شيء اسمه تحالف الأقليات الذي يسقط حالياً في المنطقة وفيه المشروع يلي يعبر عليه عنه تاريخياً من سنة 43 وهو التحالف مع الأكثرية بالمنطقة اللي هي الأكثرية السنية فإذا نحن أمام أربع حالات الخطير بالأمر هو تفسير بوازين القوى أو تفسير النصوص حسب بوازين القوى أنا بدي أخد حالة معينة اللي اسمها الحالة الشيعية على اختراف حالة الشيعية كانت بتحالف من سنة 1973 من زمن الرئيس حافظ الأسد والإمام موسى الصدر بتحالف موضوعي بتحالف جدي أدى إلى تبادل خدمات عديدة ساعد النظام القائم بسوريا وأيضاً ساعد الحالة الشيعية إلى النهوض بشكل كتير كبير بلبنان لوصلت للواقع الحالي إلى حد ما كانت مرتاحة ومطمني بالها عم بحكي باللغة الدارشة يعني مطمني بالها معنوياً أنه في عمق كبير بيحميها وزاد هذا الإطمئنان بعد 2006 بعد حرب تموز ثم بعد انسحاب الأمريكي من العراق أخيراً يلي فتح الخط من إيران يلي ما حدا بيمكر ومبارح قاله سيد نصر الله أنه في تحالف بين إيران والجماعة الشيعية في لبنان فتح الخط من إيران عراق سوريا ووصولنا للبنان أنا بدي أفترض أن هذه الجماعة اكتشفت في وقت الأوقات أنه رايحين على حالة فوضى وضعف للنظام السوري أو سقوط للنظام السوري كيف سيكون رد الفعل في لبنان ماذا ستفعل هذه الجماعة؟ هذا هو السؤال الكبير هل ستنفذ حالة انتشار قوة معين؟ أنا أشوف في ذلك هل ستطالب بالتعويض بنصوص دستورية تحميلها حقوقها أو تحميلها مطالبة دستورياً بقلب النظام اللي حالياً غير متوازن مثل ما هني بيعتبروا كمان ما بعرف هذه الحالة كمان تطرح أسئلة ثم الربيع العربي خلي نقوله تداعيته حتى ما أقول خطورته على الواقع اللبناني في واقع أساسي أنه لبنان كان هو الرئة الوحيدة التي يتنفس منها العالم العربي من كل النواحي الاقتصادية كنموذج مثل ما حكيت والديمقراطية والليبرائية والإعلام والمنصة لكل العالم العربي إذا أصبح كل العالم العربي يشبه لبنان وأنا أستبعد ذلك لأنه سيمر بمخاض كتير كبير إذا أصبح العالم العربي تقريباً كله بيشبه لبنان إن كان على صعيد الحريات الاقتصادية فتح السوق والاتفاق مع منظمة التجارة العالمية والحريات الإعلامية المفتوحة وأيضاً السياحة وإلى ما هنالك ماذا يبقى للبنان على الصعيد الاقتصادي كنموذج لتقديمه شو بيبقى لنا نحن اللاعشنا من العالم العربي على مدى سبتين أو سبعين سنة كما أنه حروب العالم العربي ترجمت بلبنان وكانت أنتقضي على لبنان لكن أيضاً حتى المال السياسي الذي تعمل بالحرب أنقذ وأنعش الواقع اللبناني في خطورة ثالثة وكبيرة فيما يتعلق بالواقع اللبناني أو النموذج اللبناني بسبب ما يسمى بالربيع العربي حالياً بسبب الفوضى تقريباً لقائم بالعالم العربي وضرب ما يسمى بمحور اللي كان اسمه محور الممانع نهائياً وانكسار التوازن استراتيجي مع إسرائيل أصبحت تسوية القضية الفلسطينية تقريباً بخبر كان لأنه أمام انقسام فلسطيني كما هو الواقع الحالي حالياً بين غزة وبين رمالة وأمام التهاء العرب جميعاً بمشاكلهم الداخلية وأمام صعود القوة الإسرائيلية بشكل غير مقل ومسيل أمام الضعف العربي وأمام استحالة أي حرب ضد إسرائيل بالواقع العربي القائم حالياً لماذا تقدم إسرائيل على تقديم تنازلات من أجل تسوية عادلة ومشرفة للقضية الفلسطينية خصوصاً ونحن بنعرف أنه حتى القدس الشرقية أصبح 78% منها في يد إسرائيل لما بنعرف أن المستوطنات بالضفة الغربية عند انطلاق مؤتمر مدريد سنة 1991 كان على السكانة 106.000 حالياً 383 ألف لما بنعتبر أنه تقريباً 3 تربعة ضفة راح بالمستوطنات كلفة إزالة المستوطنات على إسرائيل كتير كبيرة خصوصاً وأنه الضفة الغربية بالمفهوم التوراة هي لحد هذه اللحظة يهودة والسامرة إذا بدنا نشوف هذا الواقع نكتشف أنه إسرائيل لن تعيد الأرض ولا الشعب الفلسطيني ولا تعتبر بحق العودة بالحرب اللي مش واردي أمام الواقع المنهار حالياً بالعالم العربي ومش واردي أنه تقوم بعملية تفاوض كمان أمام انكسار ميزان القوى القائم حالياً ما في شي بيلزم إسرائيل تحديداً معنا تنياهو أنه تفاول أصبح ماذا يبقى؟ يبقى أنه هذا الشفات الفلسطيني سيبقى كما هو قائم في لبنان وتحديداً في لبنان والأردن الأردن حالياً ماشي بنظرية شعار الأردن أولاً مثل ما كنا عم نحكي باللبنان أولاً وعنده الهاجس الكبير من أنه تتصفى القضية الفلسطينية كما كاد يحصل عام 1970 في الأردن ولبنان أيضاً نظرية الوطن البديل اللي هربت من الأردن السبعين وأجت على لبنان ب76 واستمرت هذه اللحظة في مخاطر عديدة بسبب الفوضى ناتج عن ما يسمى بالربيع العربي أنه تنسى القضية الفلسطينية وتتصفى بهذا الوضع المتضعبع وننتهي بتكريس أمر واقع وهو إبقاء الفلسطينيين بواقعهم الاجتماعي والديموغرافي القائم في لبنان ما يؤثر على لبنان ديموغرافياً واقتصادياً اقتصادياً بشكل أساسي واجتماعياً وطائفياً فهذه أحدى المخاطر على النموذج اللبناني بكل الحالات ما رح انهي بشكل كتير دراماتيكي وسلبي رح جابي بقول طبعاً هذا هو الواقع اللي رح ياخد وقت لكن خليني أرجع أقول أنه الناس اللي بتتشابه آخر شي بتتفاهم إذا أصبحت الأنظمة العربية بتشبهنا وإن كان مع سلبيات لبنانية وغير لبنانية حتى عربية بعتقد بصير فيه إمكانية تفاهم لحد أدنى من مفاهيم ومعايير العلاقة بالأنظمة الديمقراطية بالمؤسسات اللي ممكن تقوم بالبرلمانات اللي ممكن ينحكى معها مش بمجال الشعب المفروضة بالتخاطب من خلال شعب لشعب مش من خلال نظام وحاكم وفرد ممكن أنه يتقدم فشقة في هذا العرب العربي التعييز من هاللغة كلاشي 50 السنين وشكرا 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 أنا بعتبر حركة احتجاج على الواقع القائم لأمتبارات عديدة جرم والناس نعم ممكن يجي بس هلا بعد بجي مبيع هايك بداية ربيع هايك بداية جرم نعم جرم جرم هاي دا رأيي الشخصي بجوز في ناس أنا عم بقول لحد هذه اللحظة الربيع بعد وشوية أخر هاي دي بداية ربيع ممكن احراق بالنهاية شو مكان ممكن يوصل لمكان معين ممكن يوصل بس نحن بعدنا بالبداية ما بنهدر نعرف يعني مثلاً أنا ابري مصر يلي عنده تاريخ من زمن الملكيه من زمن إبراهيم باشر حتى لزمن عبد الماصر لا يومي يلي عنده تاريخ من المجتمع البدني منفتاح ما ننسى انه انه مصر مثلاً 18% من اقتصاده قائم على السياحة مصر أم الفنون مصر يلي عايشي بحياته نحنا بنعرفه هل يمكن المجتمع المصر ان يتقبل مجموعات مثلاً تمنع جنيه تليوباترا لعبد محمد عبد الوهاد اللي بيقول ليلنا خمرن وأشوامن تغني حولنا هل ممكن انه يعاده عاد الإيمان انا باعتبر انه المجتمع المصر انه بعد شوية هو بيفزز نفسه شوية شوية هونيك فينا نقول انه مبلشنا بالربيع بس نحنا هلأ بعدها بنص المعرف الغبر الفائمي بعنا بأولا بعنا بأولا بعنا بأولا شوية شوية كان بديقول انه نحنا أصلاً على أيام ما كانوا الرؤسة بالعالم العربي ما كان أساساً في حديث عن الفلسطين كان بس نقال مثل بالإعلام او لما يكون في مقابلات فمش كتير نتأسر انه هلأ ما رح يحكم بالقضية الفلسطينية شو بتقول وشغلة تانية انه اللي صار بالعالم العربي انه ما كان فيه تنظيمات حددة مشل هيك لما بدون ينتخبوا بدون يلجأوا لشي منظم اللي هو الإسلاميين في رأي بيقول لو لم يتفرجوا المثقفين على الثورة وما تدخلوا كان إجا المثقفين أكتر على رجلس شعب بدأ رفعت أولا خليني أقول انه لا من 48 لا أحكي لل 67 بغض النظر على المخطاء التاريخية الكبرى كيف طارت فلسطين ب 48 وكيف رفعتنا قرار التقسيم ثم كيف رفعتنا سنة 65 مشروع برجبة للتفاهم الحد السلمي لا كانت عم تنشأ قوة خلينا نقول إلى حد ما كانت عم تجي تقول انه لا فيه إمكانية نعمل توازن بالحد الأدنى رغم انه نكسروا ونضرب سنة 67 لأتبارات عديدة ما بتفوت فيه طبعا بعد 73 تغير المنحة ورحنا على سنة السلح المنفرد اللي أصلا العرب مجتمعين ما قدروا صالحوا أو حرقوا بإسرائيل فكان بالحالة كل دولة بدولتها طبعا بالمرحلة الأخيرة وقت فاتت إيران على اللعبة بعد 79 النشأت هي نوع معيا من محاولة محاولة الزجزج بإسرائيل من خلال التفاهم أو التحالف السوري الإيراني مع بعض حركات المقاومة اللي نسميها بالعالم العربي من حماس إلى حزب الله حتى هذه الحالات الآن الذسرة النهائية خليني أقول أنه بالبداية حدوة 67 كان فيه محاولة ما ننسى أنه كان فيه قيادة عربية وحدة مشتركة نهارة بعد 67 ومن وقته بلش التدهور يلي إحنا عم نشوفه حاليا طيب هايدي الجواب عشان الله الشيء الثاني أنا موافق معك تماما أنه الكبت وضرب الحريات وهشرة الأدمغة من العرم العربي يعني ما ننسى أنه وقت يفت في أمامك على الإيران كان فيه أربع ملايين إيرائي من أصل 24 مليون من خارج من هالجريب من 58 من زمن الثورات العظيمة برة ما ننسى أنه سوريا حاليا فيه أكتر من ثلاث ملايين بالخارج أيضا بشتتين من نتيجة الإيئابات اللي حصلت 49 وبعدها وآخر شيء من المسنتسابين اليوم أنا موافق صحيح أنه ما فيه نخر كانت موجودة جوا لذلك أجوا الإسلاميين مسكوا الأرض لكن خليني أقول كمان أنه الخلفية الإيديولوجية اللي عم يحصل اليوم وينما كان مين اللي مسقفين؟ مسقفين اليسر يلي أصبحوا يمين ما آخر شيء بدك فكرة يعني مين مسقفين؟ مسقفين شو؟ اليسار؟ ما قالوا موجود؟ يعني فيه عناوين ناخد مثلا بحالة سورية أنا بعرف الأستاذ بيشاركينه هل إيه اللي شو بمثل عالغرب بالنسبة للحالة المجتمعية بيشاركينه؟ برهان غاليون مسلا برهان غاليون مسلا يلي عايش ببريس ما فيه قالوا ارتباط بالواقع الواقع القائم حاليا هو حركة احتجاجه رفض لكل ما هو قائم لزي الاتحاد التنسيئيات السورية ما حدا بيعرف مين الناس مجموعات موجودة جوه هي بتعرف حاله وتعرف بعضه يمكن مقلة علاقة بالقائم بره من مجلس الوطني يقول مجموعات بالخارج مقلة علاقة بالداخل فانشارك عم تقول انه بدك اتنرار اتنرار مش واضح بالنسبة للثورات لحد هذه اللحظة والاخطط اذا انا عم بقول اليوم انه الحركات الاسلامية هي البديل اذا بدي ايجي اعكس او قلوا السؤال اذا مش موجود الحركات الاسلامية مين البديل ولا احد فوتر اول شي انا بحب تشكر السجدات خبيشات الايو انه سمحونا انا نقدر نسمع الاستاذ الغاني اللي منحترمه منقدر قراءه منشوفه اليوم التليفزيون كتير انا لقيت التحليل للمجتمع اللبناني بتواقفه كان كتير واضح بس بحب انا اسأل انه بلد انه نحن هلا في مرحلة تعيس تعيس انا بحب انه انا بحب انه اللي اخد استقلاله لدواردين انجا كان عمره خمس سنين وقت اللي صار فيه ازامي مع القدس وكننا رغم هيدا مع الجمهورية اللي كان بيسي الجمهوري بشهر الحقيقة كان عمالي لبنان باقي الدولة بكل معنى الكلم باقي الدولة وكان فيه للحقيقة موجي بين المثقفين تنخلي لبناني سور علماني عدنا فتنة بحرب حرب معانتو استمية او مشي بعضاني تحتلات او تحتلات السوري لكل السوري كل مراثم كل شي صار للحقيقة نحنا كشعب صمتنا لدرجة انه كل السفرات كانوا متعجبين انه شعب اللبناني قديش كان اقدر قاوم من فعالية الازاميات اللي مار فيه هلا انا بدي عم كتسيئة انه كلمة مؤامرة نحنا ليش بنا نحف منا كلنا عارفين انه فيه تخطيط واضح انه بدهم يقصمونا تنسور كيينة طائفية تريح اسرائيل شئنا ام ابينا بلى اللي تخبه ورق اسرائيل بس الساقبي انه اللي ورق اسرائيل هن اللي حكمين هلق العالم وانه نحنا او الاسرائيل ورقهم مش بس ورقهم هي بتباشيهم لانه عرفوا يخلقوا لوبي كتير قوي هيدا اللي احنا نقصنا نقصنا بالعالم العربي يمكن لبناء هيدا الواقع لبناء عنده نوع من الزكاة اللي فريقماتي انه ضلينا نقصنا هيدا 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 رسالي الانسانية والمحبة ولاحظت انه ما في اطلاقا بغض بين الشعر مشان هيك انا مأملي انه لبناء يكون نموذج اذا درنا نقوة عالي شي اسمه مؤامرة ولنقوة عالي اسمه مؤامرة بدو خسبا عنو السنة والشيئة بايبطو يطلعو للبرا والمسيحية زيت الشيء كمان يعني انو يقرروا انا لأ بالنسبة الي قلون 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 وهن كنو هيدا ودروز بقصلوا جبل لبناء وبعدين لبناء هلا كيف ممكن نحنا لا اللي موجودين او زوق حزمة لا صوته لن يعني مين انو صوت هون الزعيم الزعيم بس لان اذا عطى رأيو عندو شعص انو يلحقوط للتربيع المواطنين اللي معو كيف ممكن نحنا نخلق حركة جديدة من هالمثقفين اللي انت لك صوت لانو ما حدا فيه جبراج مبعد انو فيك ثلاث ميح وقت شي ما انو عيش بقى وقت بتشوف شي غلط نحنا منشوف شي الغلط بعيننا بس اذا اللي عملو قوي نسكت واذا حكينا ما حدا لا شرايط بترتع الينا ولا التليفزيوني بس انا بلاقي طالما فيه شعب واعي وبحب بعضه هايدي الا باز انا باز انو انا بؤمن انو انو الناس فيه واحدة وقامي لانو الشعب عايش مع بعضه محب بعضه مع بعضه وذلك بدنا انو هالحركة المدنية الموجودة تقدر تلاقي على راسة زعيم زعيم بس شو مهمت لهالزعيم ترقي انا محاسبي المسئولين اللي نحنا جبناهم كلما يعمل قدر كلما انو يعانو شي ضد الدستور يعانو شي ضد الهنوف يعانو شي ضد القضاء ويحفو سلكها نحضر نحنا انو انو انتبه اول شئ انا بالنسبه الي حسر بقرق انا بالنسبه الي ماشي اسبوق مؤامرة بالمعنى انو هيك بيوعدوا ناس بخطئوا بقضاء أو سوداء وبيحطوا شموع وبيبلشوا وخرائب في وقائع تفرض ظروف معينة ومصالح دول تركب على هذه الوقائع وكل دولة أو كل مجموعة استعمل مصلحتها مشان تمشي شي اللي بنسميه الخطة أو المخطط واللي بتريده فإذا المؤامرة إجمالا ما حدا بيطبقها إلا الضحاياها الضحايا هن هي اللي بيطبقوا المؤامرة من خلال إنه يقدموا كل يوم الوقائع والظروف والمعطيات يلي بتسمح إنه يقصر اثنين عم بتقولي لي إنه بدنا زعيم رجعنا على النظرية زعيم يعني آخر شيء مثل ما أنا في تعبير أو في أحلى تعريف للديمقراطية يعجبني بيقول إنه شو هي الدمقراطية إنه حق الشعب باختيار ديكتاتوره يعني عم نرجع على الزعيم إنه آخر شيء بدنا حدا يكون ديكتاتور لإلنا هون المشكل يعني ديكتاتورية النخبة كمان مشكلة ومن وين من جيب النخبة؟ مين بنقي النخبة بنختار؟ تالي 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 على قصة إنه تشكيل حالة مجتمع مدني يعني أنا عن جد إنه كنت بتمنى إنه ينقال إنه والله مجتمع مدني مكون جميع الطواقف وعابر للطواقف وإنه هاي المجموعة مؤثرة وفاعلة وين ما كان؟ لكن مع الأسف جربناها وجربنا كتير نلاقي عند اللي بسموها حزة نلاقي كل فريق التحق بفريقه وما في شيء اسمه مجتمع مدني بالمفهوم اللي منعرفه باللبنان لأنه العادات الاجتماعية التقاليد النظام بتركيبته سيستم هو السيستم بذاته مش منتج إلا هذه الحالة وهلأ عم بيتكرس أكتر وأكتر بدليل الأزمة الأخيرة يلي مثلا الجنرال عون معبد الرحال بمثل جزء أكبر المسيحيين عم بيجي يقول أنا بيقترح الموظفين المسيحيين كمان رئيس الحكومي بيقول أنا بيقترح السنة الشيعة بيقول نرح أبقاني ووصلين لمطرح كتير صعب وما بعتقد إنه فيه إمكانية للمجتمع أما بيقالي للتليفزيون تليفزيون مع الأسف هو وسيل التعبير لكن التعبير مش معناها التقرير أنا كمان عندي شعار لقلي بيقول أسوأ صاحب قرار أهم من أهم صاحب رأي وبالتالي صاحب القرار بييملك القرار لعنده القوة لعنده القوة مرات المجتمعية يعني بمثل طيفته بمثل جماعته بمثل حزبه بمثل أقوى بكتير من صوت صارغ في البرية وعم لحكي بعدنا عن معارضة السورية عن درهان غليون وعن ما بعرف مين هيسم المناع وعن مشاب كيلو كل هاي حالات بتعبن عن وجدان معايا لكن عرض الواقع ما فيها تحرب كشي لأنه القرار مش عنده بس أعني سؤالة أبطاء أعزبه عرب إذا بنرجع لموضوع ربيع العربي هلأ كمان أعطوه اسم الخريخ العربي الخريخ العربي هلأ يستح أنه يكون ربيع عربي بمحلات والخريخ عربي بمدينبين يعني إحنا اجتماعنا نقصل من الناس منقصلين إن هادا الشعب بخاء إنه يتحرر وإذا الشعب بخاء إنه يتحرر بخاء إنه يتحرر شو البديل يعني لو ما صار ثورات إنه نحن دادوا نقوله عرد مدعوسين في الحقيقة ما نحن نقوله إنه شعب العربي شعب مدعوس مدعوس من حقي صارت هذه الثورات وسموها ربيع العربي يعني هل الربيع العربي مطلوب منه أو الثورات من الثاني يوم تصير بفرق ديموكراسي ووجودة موططيّة يمكن أن يكون هناك عذاب لا تصل إلى النتيجة إيجابية ما هو البديل للثورات إذا هذا الشعب يريد أن يغير الأنظمة وهي أنه نحن بإعضافنا الأنظمة بساطة نوزقنا في مصر نعقد أنه بكل الدورة التي جاءت عليها الدورة إذا كل الشعب يمكن أن يصل إلى النموذج اللي نحن اللبناني نسميه النموذج الإيجابيات ما هو البديل تعتمد للبنان؟ أول شي أنا قلت أنه النموذج اللبناني هو نموذج يحمل إيجابيات وسلبيات لأنه نحن الديمقراطية غير مكتملة بشكل عام وديكتاتورية كمان نقصة لأنه ما تنسى كمان نحن الديكتاتورية تتطبق عندنا من خلال دكتاتوريات الطواقف يعني كل طايفي ممارسي على جماعتها دكتاتورية معيني وثم التواقف ببعضها هي خلقة توازن رعب ذلك أنا نعم بقوله الديمقراطية اللبنانية الديمقراطية التواقف أنت ما فيك تاخد حريتك كاملة داخل طايفتك بس بالوقت نفسه التواقف نوترة بعضها فينا نقول يعني يعني نوتريزاسيونة البعضة أنت ما فيك تجي تقمع الآخرين طالما أنت عم تداري بحرية واقلة ما هناك فإذا السلبيات النظام هي خلاء إيجابيات خليني هيدا من ناحية النموذج اللبناني وهون نقلت وقلت أنه النموذج اللبناني أكثر شيء أنه يتعمم حاليا بأمراضه على العالم العربي وهذا نبين حاليا بالعراق نحن بالعراق اليوم الناس معتبر أنه الأمور خلصت لا بالعراق أنت في عندك نظام أساسي اسمه دستور حكي عن الأقليم وحكي عن الفيدراليات ومطبق منه شقفي وحده بكردستان وأنت كيف تقول في نوع من حكم زيتي بكردستان بس من ضمن دولة العراق فإذا بكرة مقتد الصغر بيقول أنا بده يطلع لي كمان إقليمه أنا حاكمه وأيضا بكرة أسامة دنوجايفي بيقول أنا كمان بدي وبيطلع لي بمنطقة الوسط منرجع نتقاتل على الأقليم الجغرافية ومنتقاتل على السروي اللي هي البترول وهذا بيتعمم لذلك اليوم في خوف بما أنه سوريا تحتضن هذا التناقض الإثني والديني الكبير في خوف أيضا أنه ينتقل الموضوع لسوريا وفي زعمة بلبنان أنا جالس معهم مش من زمان بلشوا يحكوا عن تقسيم سوريا تحت أرض الواقع اللي أنا نخالف الرأي وبيعتبر مستحيل أنه سير هو عبر ربط منطقة ساحل السوري عبر حمص بمنطقة البقعة اللبناني امتدادها للمنطقة الشعية للجنوب ومن هونيكوا أنا رأيي هذا مشروع مستحيل لأنه كل الساحل السوري أساسا فيه كمان غير علويين فيه طايفس النية كتير كبيرة فيه استحالة فيه مدن مثل البنياس وطرطوس واللدئية فيه استحالة جدا فأنا عم بقول أنه إذا بدنا نوصل بما يسمى الربيع العربي لهذه المرحلة من التفتت والتفتيت نحن منكون رايحين مش عغريب على شيء أسوأ بكدير وهذا بياخد سنوات تاني الشي عم تتفضل وتسألني أنه ما منطلب بكرة أنه يتعمم الصحيح أنا موافق معك وقلت بالبداية أنه الثورات الأوروبية أحدث مئة سنة ما ننسى أنه الحركة تبع 1848 بكل أوروبا كمان إجت ردة بعد خمسين سنة على الثورة الفرنسية وأخدت كمان لحدود 1900 لحتى أخدت مداها نصلنا لألف وتسعمية واربعة خمسة بفرنسا لفصلنا الدين عن الدولة الشيء المختلف بالواقع العربي أولا أنه هذه الشعوب وأنظمة مش مستقلة وهي مرتبطة بمصالح دولية وخارجية ثم بالموضوع الحضاري نحنا بعيد كتير يعني معلاش لازم نعترف أن الحضارة حتى هذه اللحظة والتكنولوجيا هي إنتاج غربي مش شرق يعني لازم نعترف نحنا أنه نحنا ملحقين وملتحقين الشيء الثالث أنا أخشى تحت عنوان الديمقراطية أنه نطبق الديمقراطية المرة وحدة بمعنى أنه الانتخابات اللي بتجيب الإسلاميين مرة وحدة من بعدها الإسلاميين ما بعنشوا بيعملوا يمكن بيلغوا الانتخابات وهذا خطير الشيء الرابع وهون أنا بفهم يلي نأذنين من المد اللي صاير المد الإسلامي أو الديني اللي حاصل حاليا يلي هو موجود بإيران من 79 ولهلأ مكفى ببقية العرب العربي أنا شو اللي خايف منه؟ اللي خايف منه قبل ما ترفضوا لمجتمعات وتكتشف إنه رائدا صعب تطبيقه وبعدين عليهم تحديات يلي هي التحديات الاقتصادية اللي قامت لإيامي على الأنظمة إنه مين عنده مشروع اقتصادي تعمل أفوال جائعة بمصر 82 مليون؟ عم نحكي تقريبا بـ 70 مليون معدم 2 مليار دولار عند الأمريكان ما بيطعمون ولا ممكن أنا ما بدي أحكي عن هذه الناحية بس أنا بدي أقول إنه الخطورة إنه هذه الثورات عم بتأسس شيء اسمه مجالس تأسيسي يعني هذه المجالس هي اللي تضع الدساتير لما بتوضع الدسطور على هذا الأساس يعني أنت ما عم بتطمني إنه هذا الدسطور مفتوح باتجاه الحداسي والعلمني يلي تشوفها صعبة خليدي أقول الدولة المدنية بالمفهوم الحديث للكلمية يلي بتوصلني إلى سير نص دولة أوروبية أو أمريكية هاية التساؤلات يلي بأعتقد ما أحد عنده أجمب عليها حتى هذه اللحظة ليش؟ لأنه إحنا بعدنا ببداية الحراق يلي أنا بأعتبر إنه تأخر ما صار كان مفروض يسير من زمان بشغلة خامسة أخيرة أنا بفهم إنه عبد الناصر أو اللي قبل عبد الناصر شريف حسين أو حتى أنطون سعادة أو حتى أباء القومية اللبنانية كان عندهم فكرة يعني فكرة قائدة عم تمشيك وراء هالمشروع هيدا ففيك تقل لي أنت اليوم بكل الدول العربية شو هي الفكرة القائدة عند كل مجتمع مجتمع وغير الاحتجاج على الحكم القائم رفض القائم لكن من دون التطلع على فكرة تقول أنا شو عم بابني ما شو بدي ابني أنا رأيي ما في شي اسمه بديل في بكرة معطيات بيفرزها المجتمع بتاخد وقت وبيخلق توازن اجتماعي هو بذاته بأدي إلى تأييرات بطيئة بتاخد وقت لكن بنا ننطرة وبتعمل معها مخاط ممكن يصير في سلبيات وفي إيجابيات لكن بعد وقت تركز الصورة هلا ما فينا نحن مجتمع 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 حقوق انتخابي اسمت الـ 2013 والانتخابات رح تفرض قطر يمين وقطر شمال هل رح نضلنا بهالوضع ، ولا بدنا خيار دالت وحكومة جديدة مشكل من هدفة فراقار حتى يكون في توازن ياخذنا لحو الوسطية وهون إذا ممكن تعرف اللنا معنى الوسطية معنى الاعتدال معنى العلمي هلأ صار في كتير أحزاب عم تكتشن السوب الوسطية آخرها صار في أصباح الأحضر عمل حزب جديد يتشاهد إلى الوسطية يعني هو كان بالأربعة عشر فيترى في موجة مثل غيره مثل غيره هل ممكن هذا يكون الحل؟ أول شي بدك نحكي طبعا هو ما في حياة من دون أمر وما في سياسة من دون أحلام وما في مشاريع كبيرة كمان من دون أحلام بس ما تتحول إلى أوهان بدك نحكي بأحلام أو نحكي بوقائع إذا عم تسأليني عن انتخابات 2013 قبل ما أحكي عن الوسطية أو الشي يسموه تيارتات مع أنه ولا مرة يعني أنا بذكر كان فيه تيار تيارتات سنة الـ 358 لم يؤدي إلى أي نفيش إذا عم تسأليني عن انتخابات 2013 إذا منكفل بالمنحة الحالي اللي أنا لعلّا بعد ما بعرف لوين واصل الأمور بسوريا ويلي هي فعلا بتأثر على كل الواقع اللبناني مع الأزل إذا عم تسأليني هي أنا بتبر انتخابات 2013 ما حد أميان أزل ستكون تتمة للهجوم استراتيجي الكبير اللي قائم حاليا بالمنطقة بمعنى الصراع اللي قائم لكسر محور الإيراني الشيعي يلي ينبلج بإيران ينتهي بلبنان مرورا بسوريا وبالعراق أنا بعتبر أنه هذا الهجوم يلي إله أبعاد عديدة شي منه طائفي وشي منه قومي عربي ضد فارسي وفي شي منه قومي دولي متفق بين مصالح الدول الغربية ومصالح دول الخليج يلي عنده مشاكل كبيرة مع إيران وعنده مصالح كبيرة بيترولية وغير بيترولي طيب هذا المشروع سيتم استكماله بل 2013 بمعنى ضرب سوريا وضرب حلفاء سوريا بلبنان وما تتفاجأوا وين راح تكون المعركة المعركة ما راح تكون بالمناطق السنية لأنه حتى الرئيس نجيب ميقاتي يلي هو قائد الوسطية والاعتدال في أمكنة معينة وفي حسابات معينة تجعلوا أنه ما يتخطى الواقع السني بالمنطقة من السعودية إلى تركيا ويتجاوزوا وبالتالي ساعتها الوسطية بلا تاخد غير أبعا وما راح تكون عند الشيعة يلي كمان بحالة اللي بيعتبروه هجوم بالمنطقة راح يكونوا بحالة بنسمية دفاع النفس وإن كان بحالة هجوم فإذا راح يتخوقعوا ضمن حالتهم وبيقدوا بين الجنوب والبقاع وبعض التوازنات بتحلوفات إلى أنه يجيبوا حوالي 30 إلى 32 ناية المعركة راح تكون بالمناطق المسيحية وتحديدا بالمناطق اللي ممكن يكون فيها ترجيح كبير مش بالمناطق اللي الشيعة مثلا بيرجحوا فيها مثل شبيت أو جزين أو بعبدة راح تكون بمنطقتين أساسيات هي منطقة كسروان ومنطقة المتن الشمال وسيكون عم بحكي وقائع لا مش عم بحكي سحليك وسيكون سمير جعجع قائد هذه المجموعة في منطقة مش عم بعمل دعاية لا لا جعجع ولا العون عم بقول الواقع هيك راح يكون لأنه إذا كسرتي الأكتريني بيه بتقدر تكملي الانقلاب أو الهجوب الاستراتيجي الكبير اللي مبلش تقدر تستكمليه بلبنان بشكل سياسي يؤدي إلى قدم مواقع ونفوذ حلفاء سوريا ونفوذ حزب الله بلبنان بانتظار تسويه تاريخي ما بعرف كم تبتيجي بلبنان يمكن ما تجي بس عم بقول كيف راح يكون انتخابات الـ 2013 عشر زيك من هلا عم بقولك ما تتأملي انه يكون في مجموعة ثالثة هايدي او فئة ثالثة او تيار وسطي كان يعبر عنه رئيس الجمهورية من 2009 وما قدرت اجاب فيه ولا ناية حتى اليوم ما يسمى بالكدة الوسطية بمجلس وزراء المؤلفة من رئيس الجمهورية الاعتبارات تتعلق بين كيات بميشيل عام وطبعا وفي حساباته كرئيس جمهورية ماروني بده يكون له موقع بالسلطة وبين المناطق بده يكون عنده مواقع حتى بالإدارة طيب وحتى بوجود تحالفه معنا جد مئاتي ووليد جملات هذه الحالات واضيف عليه النبي بره هذه الحالات ليست وسطية الاعتدال بلبنان هو بقتقت بالوجوب اللي عم نحكي في ما سوى غلا عم نقول هذا المسميه الاعتدال الاعتدال هو انه واحد يتنازل عن مطالبه القصوى في سبيل الصالح العام هيدا مبدأ التسوية اللي قام عليه لبنان سنة 43 هل احد حاليا من كل المجموعات اللي قائمة مستعد لي تسوية؟ انا بشكل انه بلشت الحديث في ناس ناطرة سقوط النظام السوري تتعدى الميزان القوى وترجع تاخد كل المساحة وفي ناس معتبره بس النظام السوري يحسم وانا بشكل انه يقدر يحسم يحسم لحتى ترجع تعدى الميزان القوى التاخلي وتقضي على خصومه نحنا بهذه اللحظة تكون جدا واعي جدا جدا عقائل اكبرين احنا سؤالين معا جدا أستاذ جورج بدأس أنك مسكن سؤال يعني عام عن الثورة اللي قيت فيها بالأول أنه برأيك الخاص شو هي نقطة تتفصل بنجاح الثورة كيف ما نقيس نجاح الثورة هل إزا أشط الطاغية ولا شو برأيك الخاص شكرا لا أكيد سقوط رأس النظام مش مناها سقوط النظام ونقطة تفصل بالثورة مش أنه رنك تطير القزافة معلاش مرات هلأ المشكلة الدكتاتورية شغلتها المشكلة الأولى أنه الدكتاتور بيقمع شعبه بيمسكه تحت عنوان منع الفوضى وهون بيقدي نتيجة بعدين الدكتاتور عنده مزيئ من فرانكو لمين؟ لها هتلر وصولا لمعمر القزافة لا صدام حسين الدكتاتور دايما عنده رؤية غلط صح لبدك إياها بس بحاول يطبقها بالقوة فبالتالي يعني فيك تشوف عنده ناحيتين في الناحية السلبية وبعض النواحي الإيجابية لكن هلأ مثلا إذا مناخد ليبيا اللي أنتو مش عم ما بتقدروا مش عم توصل كل المعلومات عن اللي بي حصل بليبيا ليبيا أساسا هي مش مجتمعة واحد ولا دولة واحدة هي ايه؟ اتوحد تلات أقاليم نعم إيه اتاالي قبائل بس كماني تلات أقاليم اتوحد اتا عمنا بليبيا بنعرفها حقيقة حالياً ترابلوس واحدة مقصة 100 قبائل كبيرة حتى المطار مساعدين عليه مثلاً الزنتان والتصفيات اللي عم بتصير بشكل غير طبيعي لكن هلأ المصالح الدولية والأعلام اللي عم بيحرك الثورات مش موجود بأدي المناطق ينقل لمناطق الثانية أكبر دليل على أنه ما بيكفي أنك تشيل النظام لحتى يكون سخط النظام ما يحصل في مصر في مصر طيار فرقص النظام لكن النظام بعده قائم حالياً والأمريكيين إذا عم بتتابع شوي الأمريكيين يلي بتمسكين بالجيش مش عم بيدعموا الثورة للآخر لأنه من بعد الجيش مش ضامنين مين بيكون النظام كيف شكل النظام وأنا أزعم بسبب اتصالاتي البسيطة مع الأمريكيين حالياً أنا أزعم أنه حتى بسوريا صحيح الأمريكيين دعمين الخليجيين وكل دور نسميه الاعتدال العربي لإسقاط النظام السوري لكن لم يكتوا ولن يكتوا بأي خطوة عملية قبل جلاء الصورة مين البديل عن النظام لأنه مثل ما هني شايفين شكل المعارضة الحالية بتخوفون وبتخوف إسرائيل تاركين الأمور تروح على حرب استنزاف لحتى الظروف تفرز قيادة أو تفرز قائد فإذا جواب ما بيكفي أنك تطير رأس النظام أو النظام لحتى أنك تقول أنه الثورة نجحة لأ الثورة بدى تغيير اجتماعي من تحت يفرز القيادة لفوق وهذا ما هو صعب حاليا في الواقع المجتمع العربي يلي غارب بالأصوليات بأسباب عديدة غرقان بالفقر بالكبت بالتعثير وبيه مفاهيم قديمي وبالي وبيه خوف من الحضارة يعني في شيء اسمه صدام الحضارات مظبوط مبين الناس مصدومي ما عم تقدر تتكيف مع العالم الحديث هيدا هيدا يعني رأيي يلي تقريبا نشوفه من خلال متبعات الشرائي سؤال بطير بطير شو دار السايلنت المجاري كله من الفئة الوعددلة المتقفة هيد بس تروحوا وضروا عديد ببيوتهم وما بيطلع بقامهم شيء بالتريح شكرا